وفي ذات السياق وجه بطاركة ورؤساء الكنائس في القدس نداءً يتحدون فيه من أجل السلام والعدالة في ظل العنف المستمر في المنطقة وقالوا إن الأراضي المقدسة مكان مقدس لملايين الناس حول العالم تعيش حالياً في ظل عنف ومعاناة بسبب النزاع السياسي المستمر وانعدام العدالة واحترام حقوق الإنسان وعليه ندين بشكل قاطع كل الأعمال التي تستهدف المدنيين بغض النظر عن جنسيتهم أو عرقهم أو ديانتهم وهي أعمال تتعارض مع المبادئ الأساسية للإنسانية وتعاليم السيد المسيح ودعا البطاركة ورؤساء الكنائس في القدس إلى وقف جميع الأنشطة العسكرية والعنيفة التي تجرب الضرر للمدنيين الفلسطينيين والإسرائيليين على حد سواء والعمل كذلك بلا كلل نحو وقف العنف وبناء سلام عادل ودائم يسمح للأرض المقدسة بأن تكون مصباً للأمل والإيمان والمحبة للجميع